موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله عزيزي الطلاب في أهلقة جديدة من دروس اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021 ودرس جديد لقواعد النحوي والصرف درسنا لهذا اليوم عزيزي الطالب وأسماء الأفعال نجد عزيزي الطالب أن أسماء الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي أسماء أفعال مرتجلة وأسماء أفعال منقولة وأسماء أفعال معدولة تأمل عزيزي الطالب معي الأمثلة الآتية فمثلا عندما أقول صح إذا تحدث أبوك نجد أن اسم الفعل صح هو بمعنى أسكت وإليك الكتاب نجد أن اسم الفعل إليك هو بمعنى خذ الكتاب وقولك حذاري من الكسل نجد أن حذاري هو اسم فعل معدول بمعنى احذر الكسل في اللغة العربية عزيزي الطالب هناك ألفاظ تنوب عن فعلها معنا وعمل ولا تقبل علاماته وتسمى أسماء أفعال وتستخدم بدلا عن فعلها للمبالغة في المعنى تنقسم أسماء الأفعال عزيزي الطالب إلى ثلاثة أقسام كما نوحنا من قبل نجد أن أسماء الأفعال إما أن تكون أسماء أفعال مرتجلة أي ليست على قياس سابق ولا على مثال سابق أو أسماء أفعال منقولة أن تكون منقولة إما عن جار مجرور أو منقولة عن ظرف أو أسماء أفعال معدولة وهي التي يعدل بها عن المصدر فتكون اسم فعل تعمل عمل الفعل وتأخذ معنا القسم الأول هو أسماء الأفعال المرتجلة اقرأ عزيزي الطالب الأمثلة الآتية ثم حدد اسم الفعل مبينا نوعه ومعناه وزمنه يقول الشاعر بعدت ديار واحتوتك دياره هيهات للنجم الرفيع قراره وفي المثال الآخر يقول الشاعر جازيتموني بالوصال قطيعة شتان بين صنيعكم وصنيعي نجد في المثال الأول قول الشاعر هيهات للنجم الرفيع قراره أن اسم الفعل هيهات هو اسم فعل مرتجل أي ليس على مثال سابق ومعناه بعد وبعد ومن الفعل الماضي فلذلك يكون هيهات اسم فعل مرتجل وزمنه ماضي وفي المثال الثاني شتان بين صنيعكم وصنيعي لاحظ أن شتان هو مرتجل ليس على مثال سابق ومعناه افترق أي افترق وفرق بين صنيعكم وصنيعي فيكون شتان اسم فعل مرتجل ماضي بمعناه افترق اقرأ الأمثلة الآتية عزيز الطالب ثم حدد اسم الفعل مبينا نوعه ومعنى يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ويقول عنترة بن شداد العبسي ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارسي ويك عنترة أقدمي نجد عزيز الطالب في المثالين السابقين في قوله تعالى أف أنه اسم فعل مرتجل بمعنى أتضجر لذلك هو اسم فعل مرتجل وزمنه مضارع وفي المثال الثاني من قول عنترة ويك عنترة أقدمي وي أيضا اسم فعل مرتجل ومعناه أتعجب لذلك كان وي اسم فعل مرتجل وزمنه مضارع تأمل عزيز الطالب أيضا في الأمثلة الآتية ثم حدد اسم الفعل ومعناه وزمنه يقول المؤذن في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح وتقول أيضا صح عندما يبدأ الخطيب خطبته فعند التأمل عزيز الطالب في المثالين السابقين نجد أن حي اسم فعل مرتجل وزمنه الأمر لأنه أخذ معنى أقبل ونجد في المثال الثاني صح اسم فعل مرتجل وزمنه الأمر أيضا لأنه أخذ معنى أسكت نستنتج عزيز الطالب أن أسماء الأفعال المرتجلة هي أسماء أفعال سمع منها عن العرب وتنقسم من حيث الزمن إلى اسم فعل ماضي مثل هيهاتة بمعنى بعدة وشتانة بمعنى افترقة وسرعانة بمعنى أسرعة وبطانة بمعنى أبطأ واسم الفعل المضارع أف بمعنى أتضجر ووي بمعنى أتعجب ووا بمعنى أتعجب أيضا وبخ بمعنى أستحسن وكذلك اسم فعل أمر مثل آمين أي استجب وحية وهلمة بمعنى أقبل وصح بمعنى أسكت القسم الثاني عزيز الطالب أسماء الأفعال المنقولة اقرأ عزيز طالب الأمثلة الآتية ثم حدد اسم الفعل يبين نوعه ومعناه وزمنه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ويقول الشاعر رويدك لا يخد عنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح فلو تأملت عزيز طالب في الأمثلة السابقة وجدت أن في الآية الأولى عليكم هو اسم فعل نقل عن الجار والمجرور ومعناه الزم والزم فعليكم هو اسم فعل منقول عن الجار والمجرور وزمنه الأمر وفي المثال الثاني مكانكم أنتم وشركاؤكم نجد أن مكانكم قد نقل عن ظرف المكان بمعنى ثبته وزمنه الأمر أيضا وفي المثال الثالث رويدا ورويدا هو منقول عن المصدر بمعنى تمهل الاستنتاج نستنتج عزيز الطالب مما سبق أن أسماء الأفعال المنقولة تكون بمعنى فعل الأمر فقط ويقصد بها التي استعمل في غير اسم فعل الأمر ثم نقلت إليه ومنها ما هو منقول عن الجار والمجرور مثل عليكم بمعنى الزم وإليك بمعنى خذ وإليك بمعنى ابتعد وكذلك ينقل عن الظرف بمعنى بقولك مكانك أي ثبت وقوله دونك أي خذ وقوله أمامك أي تقدم ووراءك أي تأخر وينقل كذلك عن المصدر كقولك رويد أي تمهل وبله بمعنى أترك ودع القسم الثالث عزيز طالب من أسماء الأفعال هو أسماء الأفعال المعدولة اقرأ عزيز طالب الأمثلة الآتية ثم حدد اسم الفعل مبين النوعه ومعناه وزمنه يقول الشاعر حذاري حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح ويقول أيضا دراك الثأر لا تركا لظلم فإن العرض لا يشرى بمال فلو تأملت عزيز طالب المثالين السابقين لوجدت أن اسم الفعل حذاري قد جاء معدولا من الفعل احذر وزمنه الأمر وكذلك في المثال الثاني نجد أن اسم الفعل دراكي معدول من الفعل أدرك وزمنه أيضا الأمر ونستنتج عزيز طالب من المثالين السابقين أن أسماء الأفعال المعدولة قياسيا تكون بمعنى فعل الأمر فقط ولها وزن ثابت وهو فعال مثل نزال انزل وتراك اترك ودراك أدرك وحذار احذر وطراع اطلع ومما سبق عزيز طالب نستنتج فوائد مهمة أولا أسماء الأفعال كلها مبنية ثانيا تأتي أسماء الأفعال لازمة ومتعدية فترفع فاعلا وتنصب مفعولا به بحسب فعلها ومعنىها ثالثا الأسماء المنقولة والمعدولة تكون للأمر فقط ولا يأتي منها المضارع ولا الماضي رابعا تلزم صيغة واحدة في المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث إلا إذا اتصلت بكافة الخطاب فإنها تتغير بما يناسب المخاطب تدريب حدد عزيز الطالب فيما يأتي اسم الفعل ومعناه ونوعه المثال الأول شتان بين المجد والكسول والمثال الثاني دونك هذه النصيحة يا بني والمثال الثالث أيها المسلم صباري على الشدائد تأمل مثل السابق عزيز الطالب وستجد أن في المثال الأول قد جاء اسم الفعل شتان مرتجلا بمعنى افترق وزمنه الماضي بينما في المثال الثاني قد جاء الفعل منقولا وهو دونك من الظرف وبمعنى خذ وفي المثال الثالث قد جاء اسم الفعل معدولا صباري من فعل الأمر اصبر التدريب الثاني أكمل عزيز الطالب الجمل الآتية بما يناسبها المثال الأول إذا تحدث المعلم نريد في الفراغ السابق اسم فعل أمر مرتجل فيناسبها أن تقول صح إذا تحدث المعلم أي أسكت وفي المثال الثاني ما بين العالم والجهول نريد اسم فعل ماض مرتجل فيناسب هذا الفراغ أن تقول شتان ما بين العالم والجهول وفي المثال الثالث نقول لما تقولون من كلام خبيث فنريد في هذا الفراغ اسم فعل مضارع مرتجل فيناسب أن نقول أف لما تقولون من كلام خبيث وفي المثال الرابع الصدق في الحديث فنريد من هذا اسم فعل منقول فيصدق أن تقول عليك الصدق في الحديث أي إلزم الصدق في الحديث المثال الخامس الكذب والنفاق فنريد من هذا الفراغ أن يملأ باسم فعل معدول فنقول حذاري الكذبة والنفاق أو تراكي الكذبة والنفاق أي أترك الكذبة والنفاق وحذر الكذبة والنفاق استبدأ عزيز الطالب الفعل الذي تحته خط باسم فعل فيما معناه دعوت الله فقال السامعون استجب يا رب فيناسب هذا الفعل هو اسم الفعل الذي نقول عنه أو نقول فيه آمين كفة عن التدخين فهو يؤذيك فتقول مه وهو اسم فعل مرتجل بمعنى كف أعجب لمن يعمل لدنياه دون آخرته والفعل الذي بمعنى أعجب هو وي فتقول وي لمن يعمل لدنياه دون آخرته اعطف على من هو أصغر منك سن فيصح ويصدق أن تقول في ذلك هو الاسم أو هو اسم الفعل أطاف نعمل ما يعزيز الطالب التدريب الآتي حدد معمول اسم الفعل في كل جملة مما يأتي شتان حال العربي اليوم وحالهم أمس نجد أن حال هو المعمول وهو الفاعل لإسم الفعل شتان وفي المثال الثاني عليك نفسك فجاءت نفسك مفعولا به لإسم الفعل عليك الذي جاء بمعنى إلزم وصناع المعروفة غير منتظر جزاه نجد أن المعروفة مفعولا به أيضا لإسم الفعل صناعي وهيهات تحقيق الأمال بلا تعب فنجد أن تحقيق قد جاءت فاعلا لإسم الفعل هيهات تأمل عزيز الطالب التدريب الآتي وصوب الخطأ النحوي في كل جملة مما يأتي حفاظ دروسك جيدا نجد أن حفاظ تأتي على وزن فعالي أي حفاظي إيها من حديثك الطريف والصواب أن أقول إيه من حديثك الطريف بل هو الغش أيها التاجر والصواب أن أقول بل ها الغش أيها التاجر شتان مني الكسل والصحيح أنا أقول هاي هات مني الكسل أي بعودة صغ عزيز الطالب جملتين تتضمن كل منهما اسم فعل أمر بمعنى أسكت بحيث تكونوا مرتجلا في الأول ومعدولا في الثاني واضبطهما بالشكل فنقول في المرتجل صح إذا تحدث الكبار سكاتي إذا تحدث الكبير فالفعل الذي جاء بما نسكت هو سكاتي معدولا عن الفعل سكت وفي الختام عزيز الطالب نأمل أن نكون قد قدمنا ما يفيدك وينفعك في مشوارك الدراسي وإلى لقاء آخر وجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة